أصدرت الخارجية التونسية بياناً قالت فيه أن تونس تدعو إلى ضرورة أن يتجنب حزب الله كل ما من شأنه تهديد الاستقرار في دول المنطقة الخارجية التونسية أضافت أن انخراط تونس بهذا التوجه الجماعي لا يحجب الدور المهم لحزب الله في تحرير جزء من أرض لبنان وأوضحت أن تونس أكد وفاها لأحدى ثوابت سياستها الخارجية بعدم التدخل في شؤون داخلية لدول وحول تصنيف مجلس التعاون حزب الله إرهابياً قالت الخارجية التونسية أن قرار تصنيف الحزب إرهابياً ليس إلزمياً هذا وأكد المكتب الإعلامي للرئيس التونسي البهجي قايد السبسي لمراسل الميادين أن الموقف المعلن من قبل وزير خارجية هو موقف رئيس الجمهورية فالسياسة الخارجية للبلاد هي من صميم صلاحيات رئاسة الجمهورية